رحب الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا من ضمام مصر لتجامو براكس وخلال قيمة تجامو براكس في جنوب إفريقيا قال دي سيلفا أن المجموعة مستمرة في فتح أبوابها لضم أعضاء جدد مضيفا أن مجموعة براكس تعمل على دراسة اعتماد عملة مشتركة للمجموعة نعرف أننا نحاول قدر الأمكان ضم دول جديدة لأنها شاهدت كيف تمكنها من تحقيق الأهداف وبإمكاني التكلم عن توسع مجموعة براكس لتشمل أعضاء جدد وكما أشار إليه فخامة الرئيس سريرا مفوسا نحن نرحب بهذه الدول للسعودية والأرجنتين ومصر والإمارات وأثيوبيا وإيران والآن إجمال الناتج المحلي ارتفع ليصل إلى 37% من إجمال الناتج المحلي العالمي بالإضافة ليشمل 46% من سكان العالمين مجموعة براكس ستستمر بفتح أبوابها لأعضاء جدد ولذلك لقد وقفنا على ما هي الإجراءات المعيارية لضمام دول جديدة كما سنؤسس مجموعة عمل لنتمكننا من دراسة اعتماد عملة مشتركة كدلالة للبريكس وذلك قد يزيد من خياراتها فيما يتعلق بتقنيات وأليات الدفاع